شاهد جديد يكشف عن المعطيات التي هي جد خطيرة حول قضية خديجة مختلفة الطفل أكرم ومحاولة الهروب أخت خديجة نحو وجهة مجهولة بعد نشر معلومات متيرة مؤخرا عن عملية النصب على الجارة للمنودا وهذا ما كانت تصرحات به يعني البنت للحاجة التي هي مريم كذلك ولأكدت بعض المعطيات التي هي خطيرة بهذه الخصوص وإليكم التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج أرض الوطن إن شاء الله لكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله طلبا وليس أمرا كنتمنى أنكم تعملوا اللايك والبرتاج هذا الفيديو بجدائما توصلوا بما هو جديد إخواني أخواتي مريم هي الأخت خديجة والأخ ديالها اللي يقدم بالديار لإيطاليا هما الصندوق الأسود لهذا الواقع فهم من المخطط هذه الجريمة الخطف وفي علمهم كل شيء والأخ ديالها في إيطاليا لكان هو المخطط هذه الجريمة من الألف إلى اللياء فكما هو معلوم العائلة ديال الخديجة الأم ديالها سواء كذلك الأب ديالها اللي ما كانوش عارفين إخواني أخوتي حتى شيء حاجة في هذه القادية فهم متبرئين بهذا الشيء كامل اللي قامت به خديجة وما كانوش عارفين بأن خديجة كانت تتخطط فعلا أنها تمشي خارج أرض الوطن فهم كان عارفين إلا أنها تمشي إلى كندا فهذه هي المعلومة الوحيدة اللي كانت تعرفها الأم ديالها وكذلك الأب ديالها فأما عملية الحراق وأما عملية طريقة بشي خطاط فالطفل فما كانت تعبوا أصلا متشي معلوم بهذا الخصوص أخواني أخوتي فبعض المعلومات التي توصلنا به كذلك أن الأخ ديالها اللي كان صيفت لها مبالغ مالية وهذه كانت دائما كتتتواصل معه قبل شهر من تنفيذ هذه المهمة فهو كانت تواصل مع حراق من المنطقة مولاي بوسلهام فمن اللي وصلت لعنده مساء يوم الأحد يعني في البادية وفي المغرب وخبها يعني في واحد الأكاب يعني في البادية فحسب بذلك واللي أفاد بها بعض الشهود اللي هم من أقارب الحراق اللي هجراء الغير الشرعية واللي أكد بأن خزيجة كانت تخرج غير بالليل بالخمار والطفل أكرم دير عليه كاروسة وطربوش وندادر باش حتى شي واحد ميت ديمي جيب لهذا عملوا خطة محكمة بناتهم حتى وصلت للخارج والآن هي في الخارج يعني خارج أرض الوطن فخديجة يعني ربما المعلومات وكذلك التقطير اللي كانت تواصل به يعني من طرف الأخ ديالها على أساس أن جمعه يعني إلا كان معك شي ولد يعني راح نكي حتار موقف أوروبا وهذه معلومة اللي اخذتها بعين الاعتبار هذه الخارجة كذلك الأخ ديالها اللي هي على علم بهذا الشي كامل اللي يوقع فلهذا كان طالبه بنشر الصور الخارجة والأكرم والأخ ديالها بإيطاليا في كل القنصليات وكذلك الصفارات وكذلك في جميع القنوات التلفزيونية الإسبانية والإيطالية وكذلك كان يحطوا الططسة والحتفل المحطات الوقود والرود الأطفال وكذلك المدارس لأنها قامت بعملية الخطف وخلت الوالدين ديالها على طفل أكرم فاليوم واحد المعطيات إخوان إخواتي أخرى يعني اللي توصلنا بها بخصوص صديقات مريم بنت الحاجة اللي هي الحاجة جارة ميرودا واللي كانت تعطاعت في المنابر الإنلامية واحدة معلومات مهمة عن صديقات ديالها واللي كانوا مشاهدون من الخارج خصوصا وأنهم شاركين المنزل مع خديجة هذه الخديجة اللي هي الآن مخططفة الطفل أكيد حتى هما تكون عندهم بعض الإفادات عن هذه الجريمة وما فيه عيب أنهم يمشيوا يعني ويدليوا بعض المعلومات إذا كان بالصح يعني أنهم كانوا بدرسوا يعني أولا حاولات خديجة أنها تكلم معهم في هاد القضية ديال أنها ستبشي لأحدى الدول الأوروبية ويبدلوا يعني يبدلوا الوضعية ديالهم فالأكيد هذا الشيء خاص لا بد أن يكونوا تواصلوا مع العائلات ديال هاد الصديقات اللي كانوا فاعلا وربما يعطاوا بعض المعلومات حول هاد القضية ديال يعني يعني إذا كان عندك شي طفل يعني هنا يعني كي احترار موك في أوروبا وكي عاملوكم بزيان البوليس ما كي هضرش معاك يعني ميقول شكره الوراق يعني وكي صاوبلك الوراق يعني بوحة السرعة فائقة فهذا الشيء اللي ربما هاد خديجة اللي حسب الملومات اللي كانت قالتها البنت ديال الجارة وقالت بأنها دائما كتشوفها يعني شوفت يعني دائما نظرات ديال الغضر وما كانش تيقى فيها فعلا هاد السيدة زاد أكدت لينا أن خديجة فعلا كانت يعني مخبية شي حاجة وراها فهنا كان طالبه يعني بالتحقيق مرة أخرى يعني مع الأخت خديجة لأنها فعلا صندوق الأسود ديال هاد القضية ديال الاختفاء معلومات أخرى إخوان إخواتي ولي كتروج أنه الأخت خديجة كتحاول أنها يعني تهرب خارج أرض وطن أو لا يعني تختفي على الأنظار يعني ربما احتهي عرفة راسة هتكون متورطة في هاد القضية ديال الاختفاء طفل أكرم فالأكيد إخوان إخواتي سلطات الأمنية لمرقبة تحركات لأخت خديجة فين كتتمشي مع من كتتخذر لمراقبة الهاتف ديالها وهذا الشيء اللي خلال أنها تأخذ الحطر والحطر باش ما تفوقعش في الفخ لكن لازم أنه يتم التحقيق واستدعاء هذه الأخت على الفور لأن ما لديها من الأسرار وهي العلبة السوداء فهذا الشيء كامل خصوصا بعد خروج الصديقة ديالها التي أكدت بعض الأخبار التي هي صادمة بخصوص الأخ ديالها في خارج في إيطاليا والتي كان يحاول أن يرسل لها مبالغ مالية ويزيد وزيد شحواج ربما كان تعرفها من الأخت خديجة وللأكيد أنها ستكون علاقة باختفاء الطفل أكرم نتيقة تامة في سلطة الأمنية تحقيقات لي مزال جارية على قدم الموسط في هذا الصدد والأكيد أنهم ستتمفك هذا اللغز وكنتمنى والله الزوجة أن الأخت أو الخديجة أنها تحاول تراسل العائلة ديالها أو تراسل الأخت ديالها وتأكد لها بأن أكرم هو يخير على خير ومعن لا تصبح شيئا هذا وهذا ما تتمنى الهائلة ديال ميلودا أكيد ميلودا الآن وفي هذا الوقت سأعيش هذه الحالة نفسية صعبة إخواني أخواتي سأتجيرا دائما يحاول يواسيها ويصبرها ويعطيها الأمال كبير على أساس أن الأم ديالك رأى بخير وما ستصبح شيئا هذا وهذا ما تتمنى من الله عز وجل إخواني أخواتي فحتى لا أطيل عليكم في هذا الفيديو كنتمنى أنكم تعالوا لايك والباطاش بجدائما توصلوا بما هو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته